يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030 وتعود أهمية المركز التكنولوجي لتطبيق التكامل مع الرؤية المتفقة مع التحول الرقمي والتي تقوم على ربط جميع الجهاد بالمنظومة لمنع التضارب في البيانات يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030 ويعمل المركز أيضا على تحسين رحلة المتعاملين داخل المركز وتحسين تجربتهم وإشراقهم في اتخاذ القرار من خلال تعزيز صور التراحم المجتمعي وإيجاد مجتمع مشارك بفاعلية في التطوير ويستهدف للمركز التكنولوجي التحول نحو نقطة هامة تتعلق بالعاملين بالمركز وتحقيق بيئة عمل مناسبة وصحية مركز التكنولوجي ده واحد من 11 مركز بيقدم الخدمات المحليات للمواطنين المركز مؤخرا نضمنا 11 مركز زور خمسة منهم تم إضافتهم العام الماضي بتكلفة تقدرية حوالي 30 مليون جنيه المركز 11 مربوطين مع بعض بيقدموا نفس الخدمات بنفس المستوى بنتموا متابعتهم باستمرار نضفنا إلى ذلك كمان مركز تكنولوجي متنقل بيروح للقرى والمراكز البعيدة يقدم لها الخدمات المركز يعمل على تقديم مبادرات لجميع الفئات المتعاملة معه حيث ركز على التمكين والدمج والاندماج بهدف تقديم خدمات تتفق مع المعايير المخططة لها وأفضل الممارسات العالمية في التميز والشفافية والحوكمة كنا الأول بنتعب بروح نخلص مصلحة في الحكومة بلاجم معاملة زحمة والمكان مش كويس مش منصق إنما النهاردة الحمد لله يعني يجينا يجينا كل حاجة مزبطة والموظفين في أماكنهم والموعيد مزبوطة وفي معاملة كويسة يعني أنا بشكر سيادة الرئيس على كل الخدمات وكل الحاجات اللي عملها في البلد والموقع هنا منتاز وخدمات جميلة خالص والموظفين مهتمين بنا في أقصى سرعة بيعملون لنا محتاجاتنا أحب أن نشكر الرئيس على المجهودات المعمولة في المحافظة وهنا نظام جميل ما فيش زحام زي المكان الأول والموظفين جميل على أحلى دور وأحسن استكبار الموظفين هنا خدمتهم حلوة وأي حاجة بنطبوها منهم بيلبوها يعني وأنا قبلت سيادة المحافظ بصراحة وقاعد يسمعني واللي طلبته الدهوني بصراحة يعني ما تأخرش عنه وتعود أهمية المركز التكنولوجي إلى تطبيق التكامل للرؤية المتفقة مع التحول الرقمي والتي تقوم على ربط جميع الجهات على المنظومة لمنع التضارب في البيانات وسرعة تقديم الخدمات على أعلى مستوى بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 30 مليون جنيه تمكن المواطنون في أسوان من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر عن طريق الربط مع 11 مركزا في مدن وقرى المحافظة